موسيقى احنا ميتين مش عايشين العيان عيان وغير الفجير فجير واللي ما عندوش وما عندوش مش ده الاشي لنا يعني حياتنا انتهت والد المريضة رؤى ديب بتغسل ثلاث مرات في الاسبوع طبعا حاليتها بتستدعي انه لازل تغسل ثلاث مرات في الاسبوع اذا تأخرط عن الغسير اليوم او تأخرط ساعات مدودة ممكن حاليتها تكون في حالة خطر بالنسبة لموضوع الكهرباء طبعا موضوع شائق موضوع كبير جدا هذا احنا الازاجات عطرة الكهرباء طبعا تؤثر على حياة المرضى كلهم ممكن تؤدي فيهم الوافاعة ونتهدي حالات خطيرة جدا طبعا احنا بنطالب انه حل الجزر لهذه المشكلة بدون وعدات وبدون كلام احنا بدنا حل الجزر لهذه المشكلة الشغل اللي احنا خافيه منها انه الموطير يتتوقف ويستعد تحت ازمة الصلر اللي ما بخشش او تحت زريعة انه ازمة الصلر اللي ما بخشش فاحنا هذه المسألة بتخوفنا او قلقني منها وبتشكلنا توتر كبير جدا او انه احنا مستقبلنا اصبحنا مش عارفين او مستقبل المرضى تقولنا كلهم احنا مش عارفين اش المستقبل تابعنا احنا كشعب غزة كويس او كشعب عشين في غزة وهال مرضى بالزهت كويس ساعمنا من الوعدات ومن الكلام اللي بصيروا ساعمنا من كل الحلول اللي قاعدة بتصيروا لكن كلها بدون نتائج وبدون شوائد وهال طبعا تأثر على نفسياتنا بشكل كبير جدا لانه مستقبلنا اصبح مبهم واصبح واصمح غير واضح وهذه الشغلات بتأثر علينا بشكل كبير جدا بل بتنأثر على نفسية المرضى اللي هم عاشرين فيها اللي بحتاجه لدعم نفسي بأثر عليهم بشكل بشكل نفسي بشكل كبير جدا اشتركوا في القناة